بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء مرة أخرى وحياكم الله في درس جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي ورحب بكم في الدرس الرابع من دروس اللغة الإنجليزية لأصفة الثالثة المتوسط المنهج الجديد السنة وشرح جديد المحاضرة السابقة مثل ما عودتكم بالمحاضرة السابقة أن سوي مراجعة على المادة اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة أخذنا موضوع الريزنس اللي هو الأسباب وقلنا هاي القاعدة تحفظها هاي القاعدة ممكن تجيك اختيارات يعني مرة سنة من السنين جابوا الامتحان بالامتحان قال لك الكارس هاف جي بي اس السيارات عندهم جي بي اس سو ذات وبذلك يو كونت لو كونت جيت لوست يو كونت لو كونت قيل لك انت هنا راح تختار كونت هنا راح تختار كونت هذه هي قاعدة تحفظها يعني ما بيها ما بيها نقاش فهذا اخذناها بالمحاضرة السابقة أيضا اخذنا بالمحاضرة السابقة ايضا اخذنا في محاضرتنا السابقة موضوع اللي هو المعاكسات وذكرنا شلون تحفظها من خلال التكرار وقرأت لكم إياهنا وامتحاننا واليوم امتحانكم بهن ان شاء الله ساعة ثالثة رهرا معون الله بالاضافة الى موضوع التعاريف وحلينا لكم التعاريف بالمحاضرة السابقة مع اعطاء مفتاح حل لكل جملة حتى تسهل عليك طيب وهذه المادة اللي اخذناها اليوم بكرا ان شاء الله اليوم عفوا راح يكون عندنا امتحان بهن على قناتنا على التليقرام فاهلا وسهلا بطلاب اللي هما حاضرين ويانا من قبل واللي انضموا جدد ويانا فكل الهلا بكم والف ومرحبا بكم طيب اليوم اليوم طلابنا الاعزاء راح نشرح موضوع البولايتوي اللي هي الطريقة المهدبة شون تتكلم بطريقة مهدبة بحيث ما تجرح الاخرين خلينا نتوكل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ باول موضوع اللي راح ناخذه اليوم وهو موضوع قلنا على الطريقة المهدبة طلابنا الاعزاء موضوع طريقة المهدبة شلون تتكلم بطريقة مهدبة عندك اربع قواعد اربع قواعد هذي الاربع تجيك لازم تعرف الاربع قواعد لازم تحفظها ولازم تعرف في الامتحان شه تخلي شون راح تحلى سراحة فهمك شلون راح تحلى اولا عندك الابت شون يعني ابت اكتب يمك ملاحظة اكتب يمك ملاحظة اكتب يمك ملاحظة اذا كانت الصفات متشابهة اذا كان الصفات بالجملة متشابهة الصفات عندي متشابهات اذا كانت الصفات متشابهة نستخدم كلمة ابت هاي الابت شو كنت استخدمها لما تكون عندي صفات متشابهة الكل طالب يسمعني هسه جاوبني بصوت واضح وبالتعليقات ايضا اللي ما يقدر يفتح المايك جاوبني بصوت واضح ومرتب اش وكت نستخدم الابت لما تكون عندك الصفة متشابهة لما عندي صفة متشابهة استخدم ابت يلا طلاب جاوبوني زين راح نيجي هسه نستخدم اذا كانت الصفات المتعاكسة احعيد الجملة تستخدم اذا كانت الصفات متشابهة يابا اذا كانت عندي صفات متشابهة نستخدم ناط فري اذا كانت عندي صفات متشابهة نستخدم ناط فري موضوع اسمه اعطاء السبب يعني كلام المهدب بولايت وي بولايت وي بولايت وي بولايت وي يعني عمل طلب مؤدب او وصف شيء مؤدب وصف شيء شخص او شيء مؤدب شخص وصف الاشخاص بطريقة مؤدبة هذا هو الموضوع موضوع اذا كانت من صفلة موضوع 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 تنبаюсь استخداء ومتاح اعتök اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 إذن جملة الثانية مفتاح الحل ون يربح ون نفس واحد بالضبط نفس كلمة ون واحد ون يربح برايز جائزة برايز جائزة آه يلا يا أبطال الجملة الثانية شون عرفناها برايز جائزة؟ شون عرفناها؟ من خلال الون يربح يربح الجائزة مفتاح الحل هو ون يربح مفتاح الحل هو ون يربح الجائزة 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 جملة الثالثة جملة الثالثة يجب أن تكتب القصائد قصائد ترجمة نانسي قنقر 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 شاعر مشهور مفتاح الحل هو مشهور كل طالب يدخلوا معي دورة هنا بهاي الدورة سيضمن نجاح ان شاء الله فضل الله سبحانه وتعالى مفضلي شك الشياء قل لك علي سوي والله العظيم تنجح ما يوم حياته كل هذا الرسط طالب والله ما يوم كل هذا الرسط طالب وقرأ ورسب والله العظيم أي طالب يقرأ ويقرأ وينجح أي طالب فضل الله سبحانه وتعالى مو إلي حياكم الله كل الهلا بيكم ألف هلا بيكم أبطال اليوم شخذنا بهذا درسنا اليوم شخذنا اخذنا مال البولايت وي هاي كلش مهم هذا الموضوع قلت لكم قرؤوا لي اياه وطبعا هذان هم نريدك تقرؤوا لي اياه هاي هم تقرؤوا لي اياه هاي هم تقرؤوا لي اياه طبعا هنا ايضا شوفون هاي اقلي قبيح جميل متعاكسات اذا متعاكسات اش نستخدم يلا يا ابطال جاوبوني بالتعليقات هذان متعاكسات يلا من يجاوبني يا بطل يلا من يجاوبني من هو الواحد يجاوبني يا شاطر يا ابطال يا ابطال يا ابطال اشتركوا 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 ماذا المستمر باللغة الانجليزية past continuous يلا يا ابطال الكل يقرؤوا ياه past continuous الماذ المستمر past continuous الماذ المستمر الكل يقرؤوا ياه سواء هسا تسمعني بهاي اللحظة او سواء باليوتيوب هسا بعد سنة اش وقت ما كان التكرار يخليك تحفظ الجملة يلا يا ابطال past continuous ماذ مستمر أحسنتم يا ابطال اول شغلة الماذ المستمر اول شغلة بالماذ المستمر عدنا افعال مساعدة 2 نستخدمهم هو الواz و الواص الماذ المستمر عدنا افعال مساعدة 2 نستخدمهم الواص الز uk يقرب بالمثال يقرب بزنة الكل يقرأ وياي طلاب بصوت عالي اريد ما اريد هوسة بس اريد اسمعكم لا تقرون لو لا يلا بس وياي قول وياي هي شي ات مع الواز يلا وياي هي شي ات مع الواز الكل الهي والشي والات والاي يلا كلكم هي شي ات كل الكل الكل احلفك بالله العظيم احلفك بالله العظيم قاعد احلفك تقرأ بصوت عالي بالله العظيم بالله عليك ده حلفك بالله سبحانه تعالى الهي والشي الهي والاي والشي والات ويا الواز الهي والاي والشي والات ويا الواز الهي والاي والشي والات ويا الواز يلا كل يلا عيدوا اياي يلا يا ابطال الهي والاي والشي والات إذا محظوم لأختار الواس فإن كانت محظوم لأختار الواس محظوم محظوم لأختار الواس أغير الموقع تنسى لا التفاصيل محظوم لأختار الواس منو حاضروا يعمل بداية الدورة تذكرون لما نطيت كم ضمائر الفاعل و قلت لكم مهمات تذكرون اه بضبط احسنت اي الطلاب اللي حاضرين ويانا من البداية تذكرون احسنتم اذا هنا مو هذا مو اي اي وي ذي وي يو هذا هنا خطأ مطبعي ذي وي يو تاخذ الوير ذي وي وي يو تاخذ الوير حسنا اعرفنا فعال المساعدة مال المفرد والجمع حسنا نأخذ القاعدة مالة الزمن فاعل زائد ووز أو وير زائد فعل بي اي انجي زائد تكمل خبرا انت تعرف الواز ويامن هسا وتعرف الوير ويامن خلينا نعيد القاعدة خلينا نحفظ القاعدة يا ابطاء قاعدة تقول فاعل ووز ووير فعل بي اي انجي تكمل فاعل ووز أو وير فعل بي اي انجي تكمل فاعل ووز أو وير فعل بي اي انجي تكمل فاعل ووز أو وير فعل بي اي انجي تكمل فاعل ووز أو وير فعل بي اي انجي تكمل فاعل ووز أو وير فعل بي اي انجي تكمل فاعل ووز أو وير فعل بي اي انجي تكمل فاعل ووز أو وير فعل بي اي انجي تكمل فاعل ووز أو وير فعل بي اي انجي تكمل فاعل ووز أو وير فعل بي اي انجي تكمل cost.. على درجات بطاق التف Jong-un واذا يقتب بصوت القط human يوقف يا أبطال يكتب بك أنا أريد طالب أن يريد إسمه بالتعليقات ويقال لي بصوت عالي من يقدر أن يحفظها على البيض؟ كتب لأسمك أريد إسمك مرتضة 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 ملتع مرتضة عيد لي بصوت عالي عافية بالبطل حسنا عرفنا القاعدة وعرفنا الوازوية المفردة والوائر ويجمع حسنا نحل حل عادي طبعا أريدكم تحلوا لهذه الجملة ترى هذا الحل غلط أنا حل لكيها غلط هذا الحل حل لكيها غلط أنا حل لكيها غلط أريد أشوفك ما ستسوي يجب أن تحلوا لهذه الجملة 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 هذا هو الحل الصحيح. الوزاويير تريد أن هل التي تكفيه؟ هذا هو الحل الصحيح. لم يقوم بعمل عمله لم يقوم بعمل عمله لم يقوم بعمل عمله طيب طلابنا الابطال والشطار هسه راح نجي على على حالة السؤال اكتب يمك القاعدة اكتب قاعدة السؤال اكتب يمك القاعدة القاعدة مالة السؤال يلا ووز او وير في بداية الجملة الوز او وير بداية الجملة اكتب يمك القاعدة قاعدة السؤال ووز او وير في بداية الجملة ايه نعم المحاضرة تنزل على يوتيوب اكتب يمك القاعدة ووز او وير ما ريد حل اكتب يمك القاعدة يا طلاب ووز او وير في بداية الجملة فاطمة هاي الكتاب تشغلط ووز او وير غلط مو يجتنكتب الوز او وير في بداية الجملة اذا أفضل من يحلى هاي الجملة يلا يا بطل أريد هاي السؤال شو نسويها أحسنتم يا أبطال عافية عاش أتيتكم هاي حالة السؤال أحسنتم يا شطار بارك الله بكم هسا طلابنا الأعزاء لهنا خلينا نعيد شاخذنا اليوم يوم بهذا الدرس أخذنا موضوع البولايتوي طريقة المهدبة وقلنا أربع قواعد عليها الأولى صفة متشابهة الثانية متعاكسة وإلى آخره واخذنا هنا أمثلة هاي تمرين أخذناه حليناه أخذنا أيضا هذا التمرين وانطناكم مفتاح الحالة على كل جملة الجملة الأولى قلنا لك هوموركواجب منزل هارد ووركينج جملة الأخيرة فيمس بويت شاعر هاي حليناه واخذنا أيضا الماضي المستمر زمن الماضي المستمر وشرحناه وحليناه وانطناكم عليه أمثلة وانتم حليوتم هذا الموضوع تقراه كله جزين وباتر إن شاء الله امتحا نعدكم بهذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر